التقى وزير الزراعة والستصلاح الأراضي السيد القصير مع وزير البلدية ورئيس الوفد القطري عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية على هامش ترأسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد بالعاصمة السعودية الرياض وحضوره لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أعرب الوزيران خلال اللقاء عن تطلعهما لتعزيز تعاون المصري القطري خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة السياسية في البلدين كما أكد القصير أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحوث التطبيقية خاصة أن مصر لديها أكبر وأقدم مركزين للبحوث الزراعية وبحوث السحراء في المنطقة مؤكدا أن إمكانات وخبراء مصر في البحث العلمي الزراعي في خدمة الأشقاء بدولة قطر ترجمة نانسي قنقر